نضم أمعنا من استوديوهاتنا في جازان الطالب سعود إصميلي وهو الفائز بالمركز الأول بجائزة الأميرة عبدالله الفيصل للشعر العربي أهلا وسهلا بك يا سعود حياك الله أهلا وسهلا بك أصبح عليك بالخير وبالساعدة المشاهدين الله يحييك يعني سعود نفتخر بك وبفوزك بهذه الجائزة وأنت جزء مهم من هذا الحراك نتحدث عن جائزة تعنى بإحدى الفنون المهمة في اللغة العربية عن الشعر ونتحدث أيضا عن أكيد أنك لم تحصل على هذه الجائزة لأنك حب وأيضا شغف واهتمام منك نحن نريد أن نتحدث عن علاقتك بهذه اللغة من خلال طبعا الشعر وصولا إلى هذه الجائزة نريد أن نتحدث عن هذه القصة لنعلم عن حجم هذه الفائدة من هذا الحراك تفضل طبعا اللغة كما تعرف هي من الأساسيات في الحياة لذلك نشأت معي خصوصا في البيئة في جزان عندنا صحيح يعني بيئة شاعرة وبيئة تهتم باللغة فنشأت محبة للغة مطلعا عليها وممارسة لها يعني نفس الشعر يعني الشعر لدينا يعني في جزان خصوصا أنت تنشأ في بيئة شاعرة لذلك يعني كل ما يتطلبه الأمر منك أنك تشتغل على نفسك فقط وتسقل موهبتك وتطور من إمكاناتك وصولا إلى المشاركات والمسابقات وانتهاءا بمسابقة الأمير عبد الله الفيصل رائع طبعا أنت فزت من خلال مشاركتك ممثلا لجامعة جزان عن قصيدة عطر لسيرة الأيام نبغى أول شي نستمع طبعا إلى جزء من هذه القصيدة الفائزة ونكمل أيضا الحديث معك سعود حول الشعر وجمالياته تفضل طيب أنا أقرأ الجزء الأخير من القصيدة لأنها طويلة تفضل فاليوم ننعم في حمى ملك في أوجه الأعداء قد زأر قاد العروبة كلهم بيد ويد تدافع عنهم الخطر هو سيرة فهلما نجمع من أيامه لنعطر السيرة وعلى سجيته محمد قد أم الشباب وسار مقتدرا فبه نرى ما عز من حلم يجنى لنا والدهر بات يرى ونرى غد الأيام يكتبه من وحي شيخ جدد الأثر الله الله صح لسانك سعود سعود يعني الاهتمام بالشعر الفصيح أكيد أنه أمر في غاية الروعة والأهمية وله محبين وأيضا عشاقة كثر كلمنا أكثر عن انعكاسات الشعر الفصيح على شخصية سعود أتحدث أنه من ناحية البحث من ناحية أيضا تطوير المهارات الخيال أيضا الشعري ماذا وجدت في الشعر الفصيح يا سعود طبعا كما سلفت البيئة عندنا شاعر وتهتم بالشعر الفصيح في جيزان حتى أنه مغلب على الشعر الشعبي لدينا لذلك أنا نشأت في بيئة شاعران جد شاعر وخواي شاعران فنشأت في بيئة شاعر خصوصا أن أخي الأكبر شقيقي يحيى وجه إلي قصيدة وأنا كنت صغير نعم فقال أجوده بدانق أو ما أجوده وخيري السابق وأخي سعوده فنشأت هذه الفكرة معي أنه كيف يصبح الإنسان شاعر وكيف أنه يرد هذا الدين خصوصا أنه وجهت القصيدة لي وأنا ممكن في المهد عند ولادتي فنشأت بهذه الفكرة بهذا الحراك المجتمعي كله رائع رديت على القصيدة حين امتلكت المهارة مهارة الشعر للأسف أني لم أرد على القصيدة إلى الآن بانتظار ردك أكيد يا سعود ونعتقد أنه سيكون بهذا الجمال فيما قيل فيك بإذن الله طيب سعود يعني اليوم لما نتكلم عن الحركة الشبابية مجتمع الشعر الفصيح بالنسبة لكم كشباب أنت تتحدث أنه طبعا أنت تربيت على الشعر في بيئتك لكن نتحدث أنه خلال التواصل كيف ترى مع طبعا المجتمعات وأيضا كيف ترى هذا الحراك فيما يتعلق بمحبي الشعر الفصيح كيف يتداولون القصائد وكيف ترى مستوى انتشارة أيضا بين فئة الشباب طبعا التواصل اختصر الكثير من المسافات والوقت والزمن فتجد الكثير من الشباب يختصر تجربته الشعرية ويبدأ في النشر مبكرا ويبدأ في تحصيل القبول وتشكيل جمهوره الخاص وتشكيل ذائقتهم الآن الشعر الفصيح يعود مجددا بعد فتور الشباب يستشهدون بأبيات فصيحة يقرؤون الشعر الفصيح في منصة تويتر خصوصا تجد الشباب لهم تواجد كبير واهتمام والطلاع واسع بالشعر الفصيح نعم وأيضا فيما يختص بالأدوار الأجهزة يعني أنت فزت بجائزة وهذا حراك جيد ومحفز أيضا مهم بالنسبة للشباب كيف تشوف الحراك في الأنظمة فيما يتعلق من خلال الجهات المعنية بدعم هذه الحركة الحركة طبعا الأدبية وهي أيضا جزء مهم باللغة العربية طبعا بلا شك أن الجوائز والفرص التي تقدم للشباب هي داعمة لهم ولا شك أن جائزة الأمير عبد الله الفيصل وخصوصا مسابقة الأمير عبد الله الفيصل لطلبة الجامعات والثانوية كان لها دور مهم جدا في تكريس الروح الشاعرة ودعم المواهب الشاب لدى الشباب وأعتقد أن الجائزة أسهمت بشكل كبير في دعم الشباب وإظهار مواهبهم من خلال مشاركة فيها ومن خلال مراحل التصفية والتحكيم نعم كل الشكر لك لا نريد التوقف عن السمتاع طبعا بسماع الشعر لكن الوقت دهمنا شكرا لحديثك وحضورك معنا من جزان الطالب سعود إصميلي والفائز بالمركز الأول بجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي من طلبة الجامعات نتمنى لك التوفيق في القادم شكرا يا سعود موفق شكرا يا سعود